السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم دائما على قناة تين وزيتون اليوم بإذن الله سنحاول نقل لكم أجواء العيد عيد الفطر من البيت في كندا فمائدة الإفطار كل سنة كجميع المغاربة نحاول ندير الجو دي العيد لنا ولداتنا فبالنسبة الأطباق دي الفطر فكلهم تقريبا ستلقاوهم في القناة الوصفات دي الحلويات دي البريوش دي تقريبا كل شي هذا اللي كنت حضرت ستلقاوه بإذن الله فهنا هذك التبصيل اللي فيه الطبقات فيه الغريبة الفقاس والكحك هذو هنا دي تاخت تاخت صغار دي اللوز هذو ما كانيش فلاشين بقي ما حطيتهمش هذك بلاتو مشكل الكيك هو آخر فيديو كنت حطيت الكيك مع الخبز دي العيد البغرير البغرير كنت درته معاكم في فرمضان وكذلك هذو البلاتو هنا هي مشكل بالحلويات حلويات اللي هي كلها كنت تهي حطها في القناة أتلقاوها بجميع التفاصيل كل شكل تقريبا عنده فيديو دياله فاليوم الافطار الفطور دي العيد رهما ما كيكونش فينا يعني الجوع في الصباح بحل بحل المولفين الفطور في اليامات العادية كان كنوا عاد خرجنا من رمضان المبارك فما كان قدروش يعني نفطرو شي فطور لي كتير فما نصدعوش رأسنا يعني مقاون وجده الكترات دي يعني الأطباق وهذا يوجد الإنسان الأمور اللي غادي يعني اللي غادي تكال ما نكتروش على رأسنا لا من ناحية ديال الوقوف للتعب للسيدات ولا من ناحية أنه كيكون واحد الإفراط يعني ما نضيعوش النعمة يلا فهذا البلاتو هنا فيه هذك البغيوش اللي كنت حضرت معاكم بلا كرين باتيسياغ هذي كرواصة مشرية كرواصة باللوز و القراشلتة هم أغا تلقاوهم في القناة بالنسبة للماضلين هذي هو مشري ماضلين بحبيبات الشوكولة عندي كذلك وصفة ديالو إن شاء الله نحطها لكم في القناة فأنا بالنسبة اللي أنا شخصيا يعني كان حاول نوجد الأمور ديالي من قبل على تساع فأنا في الليل حطيت المواعن المواعن اللي عرفت راتي غادي نستعملهم حطيتهم وجدتهم فوق الطبلة قديت لاناب ديالي جبت لاناب اللي إلا كانت وحدة فيهم كانت مكمشة شوية كنت حددتها في وجهة الأمور ديالي التي سابق الصباح من اللي فقط بقت لي غير الماكلة صيبتها حطيتها والبغريرتها هو تالصباح عدو طيبته هاد اللي طاخت هادو كيجي فنين كيجي ورائعين إن شاء الله بإذن الله كما قلت لكم غدا نحطهم لكم في القناة أنا كنت صورتهم قبل ولكن كنت ضيعت الفيديو كامل كان وشالية مع الأسف ولكن أنا وعدتكم وإن شاء الله غنوفي بالوعد ديالي ونحطى لكم في القناة فهنا كما قلت لكم هاد البلاتو حاولت نشكله بالفينوازغي غي هو كاين اللي مشري وكاين ديال الدار حال كروسة والمافن هاداك الماضلين الكبير هادوك مشريين هاد الكيك راه كنت شاركته معاكم تهوى في فيديو ديال الخبز والخبز العيد والكيك والبغرير ولا كدرتو حتى الصباح فكي ما قلت لكم يعني الإنسان ما يكترش على راسه اللي غادي تكال الصايب اللي عرفنا الوليدات ما كيبغيوهاش ولا غا تقدر علينا ما ما كين شي اللي يأكلها ما نضيعوش فيها النعمة وكذلك الوقت والمجهود ديالنا من بعد ما ما صلينا الفطور الاصلة ديال العيد غير في الدار لإن المساجد مستودين مع الأسف ففطرنا فطرنا احنا والوليدات ومن بعد مشينا خفرنا على الواليدة ديالي والواليد ديالي مشينا عن العائلة شفناهم يسنا معهم واحد شوية ومن اللي رجعت العشية عدرت طيبة الماكلة ديالي هادوك اللي شفتو بحل شكل بحل أضريفة محطوطين فيهم الفرشيطة والموس هادوك رأنا كنت شريتهم في المشتريات اللولة اللي كنت شريت في رمضان أغتلقاوها في الفيديو ديال المشتريات هادو كنت شريتهم في واحد دولاراما دولاراما خاص ماشي دولاراما عادي كانوا فيه يعني بعض الزينة ديالت رمضان وديالت العيد من بيناتهم كانوا هادو وكانوا عجبوني وشريتهم خليتهم استعملتهم لهذا النهار ديال العيد فيهم ذاك الدكور ديالعيد مبارك فكيجيوا فيهم هم غير من الكارتون من الورق المقوى ولكن يعني واحد واحد نوعية جيدة بشكل أنك تقدم تلانت مسحيهم وتخليهم تتعملهم مرة أخرى لأنه يعني ما كيتوصخوش بسهولة فكيما قلت لكم بعد ما اغفرنا على الأهل ديالنا والحباب رجعت للدار وجدت الماكلة ديالي ولكن استمحوا لي نقص لكم واحد واحد المرحلة من اللي فطرنا حلو الوليدات الهدايا ديالهم فبقا وكيتسنوا في هذيك الفرصة فوقاش قد يحلو الكادو يد ديالهم فالصراحة كان نصح أي وحدة أي وحدة اللي عمرها ما درت هاد الفكرة لوليداتها هذي تمتعوا وليداتك وغذي يعقلوا عليهم بالأخص الوليدات اللي في سن صغير بالنسبة للعشا أنا كنت درت لحم درت جيغو ديال الغنمي درته في الفران خليتوا بشوية عليها في الفران تقريبا روح دربعا ديال سوايا هذي القادر هو اللي طيبت فيه باش تاخدوا فكرة اللي بنات نفكة نظارة هم موجودين هادو كاين دوك الكوحل ديال البرونز وقيا لك يقولوا لهم وكاين هادو ديال اينوكس هادا ديال اينوكس هادا تاني واحد كان شري هنا هنا الصراحة استقلي يزوين هادا كنت شريته بشي 30 دولار تقريبا كان كان بروموسيون كتجي فيه هاد الشبكة على هاد الشكل فأنا ناغي باش تاخدوا فكرة معايا فالجيغو درت جوج ودرتهم خالفين فدخلوا لي بجوج بيهم وكان تسدع لهم بالغلاقة ديالهم ما تحتاج تديري لا ذاك الورق الزبدة ولا ورق الاليمينيوم كتديريه مباشرة فيه درتليه غير الملحة وفلح زو واحد شوية مع الملحة فقط ما درتليه شي حاجة اخرى ولكن راح جاء رائع بالنسبة للطياب دياله كما قلت لكم خليتوا على نهار النار مهيلة طبعا لا خاطروا خذليت قريبا واحد ربعا ديال سوية هديك تسد بإحكام وفل فران وكيطيب هو هديك الشبكة اللي كتكون فيه كتفصل منبي المال اللي كيهبط منه لدام ومنبي للحم فهذاك الماء اللي نزل منه لدام طيبت فيه هذا الروز اللي كتشوف هنا الروز بسماتي طيبته على شكل كبسة الروز اللي كان عرف ديال المشارقة فجزوين بهذيك الطيبة ديال الغنمي ولكن طيبته بوحده وما طيبته شمعه من اللي شفت اللحم طاب ليا بقى هذك من الفوق ودرته في واحد الصينية وحمرته في الفران ما درت ليه شي الزبدة ما بغيتش نضيلي الزبدة لانه يعني فيه الهدم دياله كافي ما كيلاش إنسان يزيد اه اخر والخضراء هنا يدرت واحد تشكيل الخضراء اللي كانت عندي موجودة فضة يعني يدرت هات تفور بشكل عادي غيب الملحة في الكسكاس والماء الماء يعني التحت في القدر والكسكاس درت في غير الخضراء مع الملحة فكتجي واجبة صحية وكيعشقها الكبير والصغير فعيد مبارك سعيد وكل عام وأنتم بخير هنا كنوصل لآخر الفيديو شكرا جزيلا على المشاهدة إلا عجبكم الفيديو ما تنسونيش بلايك بمشاركة الفيديو مع الأهل والأصدقاء وإلى أول مرة كتشوفوا القناة ديالي ما تنسونيش بالاشتراك مرحبا دائما بالتعليق ديالكم والاستفساراتكم إلى فرصة مقبلة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله